بعد الإعلان عن نتائج شهادة تعليم المتوسط تبقى حالة الترقب فيما يتعلق بتوجيه الناجحين قائمة بالمقابل يطمح الآلاف من التلاميذ التسجيل في ثنوية الرياضيات بالعاصمة وهي الوحيدة على المستوى الوطني لكن شروط التسجيل فيها يحول دون ذلك بالنسبة للعديد من التلاميذ نحن كأولياء التلاميذ نطلب من الوزارة الوصية تعميم ثنوية الرياضيات على مستوى الوطن لأن ثنوية واحدة لا تكفي تلاميذ بالزاف اللي بغاء يدرسوا هذه المادة يوجد الكثير من التلاميذ يودون دراسة شعبة الرياضيات لكن توجد ثنوية واحدة لشعبة الرياضيات لكن هذا لا يكفي لكن هذه الشروط كثيرة وبعد إعلان وزارة تربية الوطنية عن مشروع إنشاء ثانويات أخرى على المستوى الوطني يطالب أولياء ومختصون بضرورة الإسراء في تجسيد المشروع خصوصاً مع مسعى الدولة لترقية شعبة الرياضيات توجيه إلى شعبة الرياضيات هو ضرورة ملحة تمليها طبعاً تطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وبالتالي فإن الأولياء والتلميذ يطالبون في مختلف المؤسسات وفي مختلف الولايات إلى ضرورة على الأقل إنشاء ثانويات أخرى هذا ومن أبرز شروط الالتحاق بثانوية الرياضيات حصول التلميذ على علامة 20 من 20 في مدة الرياضيات كما يتم اختيار تلميذين فقط من كل ولاية عبر الوطن